السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة نقاش الساعة تغير المناخ في السنوات الأخيرة نتج عنه تداعيات أثرت بشكل مباشر على البيئة وأصبحها جزك الدول العالم لكن إلى جانب ذلك نتحدث عن ظهور جوائح لم تكن موجودة من قبل وجوائح مستقبلية يمكن أن تعاني منها معظم دول العالم لمعرفة أكثر تفاصيل حول موضوع حلقة اليوم أرحب بضيفي الدكتور محمد ملهاق باحث في عام الفيروسات وكذلك رئيس منتدى الأمن الصحي للبحث والتنمية أهلا بك أستاذ شكرا لك على تبين التعامل العفو شكرا لك على الاستضافة أكيد دكتور ملهاق إذا تحدثوا أولا عن الحديث عن جوائح التي ستكون مستقبلا إذا نتحدث أولا ما هو الفرق بين الأوبئة وبين الجائحة يعني الوباء والجائحة بعد بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله مشكورين على الدعوة نتكلم على موضوع قديم وجديد هو موضوع الجوائح وما بين الفرق بين الأوبئة والجوائح اللي عرفها الإنسان منذ القديم الوباء هو زيادة في عدد الإصابات بين البشر طبعا والله باحتى حتى تكون حيوانات ولا في منطقة محددة وفي زمن محدد بينما الجائحة يتعدى هذا العدد اللي ينتشر والإصابات يتعدى إلى عدد كبير من الدول وبالتالي عدد يصيب كل العالم ويصيب القارات كما شفنا في جائحة كورونا بحيث أنه في مدة وجيزة العالم كله أصبح يعاني من فيروس كورونا المستجد وشفنا حالة الطوارئة الصحية العالمية وكيفاش صنفاته منظمة الصحة العالمية على أساس أنه جائحة وليس وباء لأن الوباء كما قلنا يضرب في منطقة معينة ومينشيش إلى مناطق أخرى ونطق على سبيل المثال فيروس كورونا دار أوبئة يعني من عائلة الفيروسات التاجية نفسه يعني يتقاربوا في دار وباء في الصين وفي كوريا الجنوبية نظن في 2003 وفي 2012 دار وباء كذلك هو متنازمة الشرق الأوسط التنفسية للمرس دار وباء كذلك في العربية السعودية ولكن هذا منتقلش إلى سائر ذول العالم وبقى كوباء الوباء كذلك كمثال داء الكوليرا اللي كنا نشوفوه في الآن مازال يضرب في بعض ذول العالم وكان في ثمانينات القرن الماضي وحتى مرة يعني ما هيش عندنا خمسة ست سنوات دار بؤرة صغيرة هذا يعتبر وباء يعني باش نفرق بين الأوبئة وباء تعالى الأنفليونزا ممكن أنه يدير وباء في منطقة معينة منطقة جغرافية وكذلك يدير عدد كبير ولكن ما يروحش إلى باقي دول العالم وما يصبحش جائحة أكيد يعني إذا تحدثنا على وباء كورونا أكيد وباء كورونا يعني جائحة ضربت كل دول العالم كل دول العالم عانت من هذه الجائحة وأثرت كما قلت على الأمن الصحي بنسبة لكل دول العالم وحتى اقتصاديات معظم الدول وحتى على الحالة الاجتماعية وغير نمط حياة المواطنين في كل العالم حتى أستاذ يعني الآن على ما يدور أو الحديث عن الاجتماع الذي يعني يتم في مبنى منظمة الصحة العالمية يعني على ماذا يجتمعون وعلى ماذا يعني هذه المجتمعات المواطنية التي يعني عندها سنوات هم يجتمعوا من أجل ماذا والهدف من ذلك أولا كما سبق ذكره هو أن مفهوم الصحة والجواءة مصبحش محلي يعني يصبح عالمي لأنه الآن كما ذكرت في قديمة تعكم هناك تغييرات على البناخ هناك الجوائح اللي تضرب والدول شفنا تجربة جائحة كورونا علمتنا بأن المشكل عالمي ما هوش مشكل تعدولة وحدها وشفنا كيفاش كامل دول العالم اجتمعت وذخذت إجراءات وشنه هو ظهرت اختلالات خلال هذه الجائحة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وشفنا بينها بعض الدول لما كانت عندها إمكانية باش تجابه جائحة كورونا على هذه الخبراء والعلماء وحتى السياسيين والحكم عبر دول العالم يفكروا الآن يجاد آلية دولية وبميثاق دولي يعني بقاونين الآن عندنا اتفاقية دولية فيها طورة تحضير باش نتفادى أولا الجوائح أول شي راح تعمل علي هذا هو ويقائي كيفية الوقاية ثاليا حتى إذا كان حثة الجائحة راح نكونوا عندنا يكونوا قللنا من آثارها يعني نحو عنصر المفاجأة نكونوا مستعدين كيفية الحماية الحماية مهمة جدا وهنا ليتطلب تضافر الجهود جهود كل دول العالم باش منزيدوش نوقعو في نفس الأخطاء اللي وقع فيها العالم في جائحة كورونا وإذا كانت شفتوك عندنا الوصول إلى اللقاح ماشي كل الدول كانت قادرة للوصول إلى اللقاح كمثال الجزائرية الجزائر فعلت الديبلوماسية الصحية باش وصلنا باش جبنا اللقاح مع الدول الأوائل يعني حتى صمحنا أنه حتى بالفلوس تاعك أنه كان كان احتكار بعض الدول شريت خمس مرات وكنا نددنا به في حين وكنا بأن هذا ما هوش من باب الإنسانية أنك أنت تشري خمس مرات اهتياجاتك ودول واحدة أخرى ما تقدرش تشتري اللقاح ولا ما توصلش حتى لكان ما تقدر حتى لكان عندها أو أموال ما تقدرش توصل وبعض الدول ما عندهاش أموال أصلا وهذا كان يأثر على الصحة العالمية وكما بحثين في علم الفيروسات كنا نقولوا لابقات لك بؤرة في دولة فقيرة يعني أنت ما رح تقضي على الجائحة رح تعود ترجع لك الجائحة ويرجع لك رغم اللقاح والحماية رح يرجع لك بصيغة متحورة أخرى اللي ممكن أنه اللقاحات التعاك تكون غير فعالة وبالتالي تبقى تدور في حلقة مفرغة في كل مرة نطور اللقاحات وعلى هذه اللي قلنا بأن الصحة صبحت عبارة عن صحة واحدة تشمل أول شيء يعني أول شيء تشمل الإنسان تشمل الحيوان وتشمل البيئة كما دخلتوا في المقدمة أكيد لكن دكتور رغم هذه المفاوضات التي تجريب مقام منظمة الصحة العالمية يعني يعني عامين وهي تتفاوض لكن لماذا لم يتم الحد الآن التوصل على الاتفاق حول نص للحماية من هذا الجوائح المستقبلية ومقاية منها لماذا؟ هل هناك بعض دول ربما تعارض أما ربما دول ليس من صلحتها أنه يتم الاتفاق على نص واحد بطبيعة الحال لما تظهر المصالح هناك مصالح تعدول هناك مصالح تعدول الفقيرة اللي يدافع تقول الوصول إلى المعلومة الوصول إلى الأبحاث الميخص مسببات الأمراض لأن هذه ممكن تكون مسببات الوصول إلى اللقاحات بعد من شخصه المسبب لاجون قوزان يعني لاجون قطوجين هذا من شخصه لازم نكون نعرفه الدول هذه الفقيرة تقول يكون عندنا وصول إلى وسائل الكشف يعني الدياجنوستيك الوسائل التي شاهدناها في دول وحدة أخرى وسائل الكواشف والإمكانية تشخيص كذلك الوصول إلى الدواء الدواء لازم دول الفقيرة تكون توصل ويكون يعني تكون فيها عادلة في الوصول مؤخرا هو الوصول إلى اللقاح وعندنا تجربة اللقاح هذا باشي باشي كون الاخر باشي نوصول هذا يعني يكون هذا الشي متاح للجميع الدول الغنية عندها مصالح وحدة أخرى يعني بينها هو يعني الاكتشافات ولا كل الأبحاث يعني محمية بالقانون بقوانين ونعرف بلي بل دون دوم من الببليك يفو 20 يعني دواء واللقاح محمي بالقوانين الدولية يزملها 20 سنة باش الدولة باش انت تقدر تصنع انجينيريك وهذا نطي مثال الأدوية هنا يعني لما مختبر صيد لانني يدير دواء يعني يحط يتحصل على الرخصة يبقى عنده احتكار لهذا الدواء لمدة 20 سنة دول الفاقيرات يقول بأنه لازم في حالة الجوائح لازم نقصه وترافع نصح الجميع ترافع بأنه الامكانيات الموجودة خاصة الامكانيات المسخرة من طرف الدول في اطار الميزانية العمومية يقول لك باللي تكون مشتركة بين كل الدول يعني لكسي الوصول لها يكون مشترك للدول الفقيرة باش ندير عالم سليم ونحمي لانسان بالاضافة الى هذا الصحة مرتبطة كذلك الان بصحة الحيوان بالصحة الحيوانية ومرتبطة بالبيئة لان اليوم هناك امراض دكتور ملهاب تريد ان تقول يعني كما قلت يعني مرتبطة بالصحة ومرتبطة بالحيوانية يعني هل يمكن من بعض الامراض تتنقل يعني من خلال الحيوانية للبشر نحن لان للمنظمة الصحة العالمية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تقول بان الامراض النشئة لأنه كانت أمراض راجي جديدة كنا ما نعرفوها الشي السابق هذه ما يسمى الآن بأمراض العصر والأمراض المرتبطة بالحضارة ولكن يسميها الأمراض المرتبطة بالبيئة كانت سميت ولكن نفسها هي أمراض جديدة يقول لك بلي أنها 60% تكون حيوانية المنشأ بما معنى أنها تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الشيء الثاني الذي تأكد عليه المنظمة العالمية للصحة تقول بأن 60% إلى 70% من الأمراض راح يكون منشأها حيواني ونحن نعرفو بأن منشأها فيروسي يعني أن تسبب فيها الفيروسات بالإضافة إلى الحيوانات يعني راحة الفيروسات تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان ونحن نعرفو بأن هناك النوعية كأن الفيروسات تعليق الإنسان بسطه الفيروسات التي تصيب الإنسان ما تصيبش الحيوان الفيروسات التي تصيب الحيوان نظريا ما تصيبش للإنسان في حالات نادرة الفيروس ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وهذا ترجع إلى عدة عوامل البيئة إلى آخره والطفرات ينتقل إلى الإنسان ممكن أن يقيس إنسان ويشفى الخطورة تكمل لما ينقل في حالات نادرة أنه يصبح قابل للانتشار أو الانتقال بين البشر يعني يصبح الإنسان الخاصية التي تعمل الحيوان لا يصبح حيواني يصبح عنده خاصية الانتقال بين البشر وهذا ما ذهبت إليها النظريات الحديثة فيما يخص جائحة كورونا كان عندها إثباتات أخرى فيما يخص أنفليونزا طيور بحيث أن الفيروسات من أنفليونزا طيور انتقلت إلى الإنسان وصبحت تنتقل عند الإنسان كان أنفليونزا الخنازير هذه في الجوائح المؤخرا اللي شناها وأثرت وانتقلت العالم اليوم يتنبأ هناك تنبأ وتوقع بظهور جوائح جديدة وعلى هذه اللي رهت تضارب المصالح كان دول اللي تحب يكون فيه يعني لكسي الوصول لكل الإمكانيات بعدلة وكي ندوم الوحدة أخرى تقول بأننا عندنا استثمارات كبيرة فيما يخص الأبحاث وفيما يخص حماية براءة الاختراع وبالتالي تحاول تحافظ على مكاسبها تحدث عفونا عذري عن المقاطعة دكتور محمد ملاك تحدث عن ربما ظهور أو احتمال أو توقع يعني جوائح مستقبلية وهذا إذا نستند يعني لتصريح من طرف مدير الصحة العالمية على ماذا يعني بانا توقعاته وعلى ماذا استند بالنسبة لي مدير الصحة العالمية كان صريح وقال بأن الجائحة متوقعة ولا محالة شلي ما نعرفهش هو الوقت توقيت هذا الجائحة إذن على هذه اللي ره يدير اجتماعات مارغطونية ومجمع 194 دولة في الجمعية العامة للصحة الجمعية اللي اللي تكون على هيئة بالنسبة لي منظمة الصحة العالمية باش يخرجوا بميثاق للحماية والوقاية إذن إحنا مدام نعرفه وهذا حتى إحنا كنا نرافع عليه في الأمن الصحي كنا نقوله بأننا نتوقع وصيفتنا كباحثين في علم الفيروسات نتوقعه مدام منظمة الصحة العالمية تقول بأن المنشأ فيروسي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية تقول بأن المنشأ حيواني هناك توقعات تنبؤات واستشراف لازم نستشرفه الآن هذا الجوائح ما نخلوهاش تباغتنا لأن جائحة كورونا كانت مباغتة مفاجئة وأعظم دول العالم حتى الدول الأكثر تقدم والأكثر تكنولوجيا كانت يعني ما عرفش تتعامل مع الجائحة وشفنا الدليل العدد الهائل للعدد الكبير من الوفيات يعني شيء مؤسف شيء كذلك نتأسوله إحنا كنا نرفع لهذا من المدة ولكن اليوم نشوف بأن العالم بدأ ينسع بأن الجائحة ممكن تبدأ في بلد فقير وتنتقل إلى دول العالم الغنية وعلى هذا يجب إجراءات استباقية وحمائية في كل دول العالم ويجب تنسيق من بينها الإنذالات المبكرة يعني لازم الرصد والمتابعة لكل الأمراض والجوائح بتعاون كل دول العالم وهذا الشيء التي ستهدف له في هذه الاجتماعات الماراتونية المنظمة العالمية للصحة هو الوصول إلى معاهدة لاستشرافية واستباقية نقولها أولا للوقاية ثانيا للحماية من الجوائح المستقبلية المتوقعة أكيد يعني هي كما قلت مفاوضات ماراتونية من أجل الوصول إلى سيقة موحدة وتوافقات بخصوص كما قلت مواجهة ما يمكن يحدث مستقبلا أو تداعيات ما يحدث من هذه الجوائح التي ضربت كما قلت كورونا والتي أثرت وكان لها تأثير وكما قلت أنه عجبني كلمة دكتور ملهاق أنه الآن عالم تناسى ربما ما حدث أو ما ومكان وما تسبب فيها جائحة كورونا إذن تحدث أستاذ الآن على نقطة أخرى وهي أنه الآن أصبح إنشاء مراكس البحث من ضرورة وأهمية خاصة أنه تحدث على الجزائر جزائر تملك العديد من الخبراء وحتى المهتمين بمجال البحث في علم الفيروسات والبحث كذلك في مجال هذا الصحة من أجل تحقيق عمل الصحي يعني نقدر نقول باللي المدى الخام في الجزائر متوفرة ماذا ينقص ولماذا نحتاج هذا الشي اللي تثبت الواقع الجامعات الجزائرية اليوم تخرج العشرات من الخبراء والألاف من الباحثين في كل التخصصات ومبينها تخصصات المرتبطة بميدان الصحة لأنه الآن نعود نأكد بأن الصحة لا يوجد شيء خاص بقطاع الصحة فقط الأمن الصحي أصبح مرتبط بعدة قطاعات للفلاحة لأنه الآن واش ناكل واش نشرب ممكن أن يؤثر علينا وهذا إن شاء الله ندير موضوع الأمراض المرتبطة بالبيئة نوعية المياه اللي نشرب ها نوعية الماء اللي نستنشق هذه كلها مرتبطة الآن كذلك بعض الأمراض اللي رهات تظهر اليوم الأمراض المتعلقة بمرتبطة بميدان الصحة ومرتبطة بالبيئة الملادي الانفيرونمون كأن الأمراض القلب والشرايين ظهرت في مدة قصيرة يعني الآن صباح كالضغط الدم وكذلك كل الجلطات الدماغية والسكتات القلبية إلى آخره هذه صبحت من مشاكل العصر وهذه تعتبر من الأمراض المرتبطة بالبيئة داء السكري على سبيل المثال نذكره على سبيل المثال السرطان لمنظم حسب حصائيات منظمة الصحة العالمية يقتن 20 مليون من البشر سنويا وكأن في إطار الوقاية كان عديد من السرطانات لنممكن أننا نتفذها لأنه كان وقاية أولية ووقاية ثانية ثلاثية وكذلك عن طريق الكشف المبكر الآن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى الكشف المبكر وهنا في لزين أبدأت لعدة أمراض عاملية الكشف المبكر على هذا الأمراض اللي تخلينا كمرحلة يعني أنه تعتبر وقاية باش ما نروحوش للعلاج لأنه أحسن أحسن وقاية هي العلاج الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج وحسن علاج هو الوقاية يعني ما ننوصلوش لمرحلة العلاج وهذا الشي اللي نهدف عليه ونخدم عليه خاصة في الأمراض الفيروسية المرتبطة بالفيروسات لأنه كما يعلم الجميع الفيروسات الأدوية ما هيش فعالة ضدها الأدوية ما هيش فعالة ضد الفيروسات يعني الفعالية تحامت تعداش 50% كذلك اللقاحات الحيث بقى السلاح الوحيد هو الوقاية أولا عدم التعرض للفيروسات وبعدها يجي للوقاية عن طريق هنا نرجعك للموضوع المخابر في الجزائر موجودة الكفاءات العلمية موجودة بالإضافة للكفاءات الموجودة المحلية عندنا نضي أسبوغة يعني عندنا الكفاءات التعنى الموجودة وتصنع أفراح الجامعات والمخابر العالمية اليوم هذه ممكن أن الجزائر تستفاد منها عن طريق التعاون في إطار التعاون وممكن أنهم يسهموا في الأبحاث في الجزائر وزارة التجارة باعتبار أنها مسؤولة على مراقبة النوعية نضيك مثال مراقبة في المصانع السكر نسبة السكر نسبة مراقبة الأملاح مراقبة الأغذية هذه من صلاحية وزارة التجارة وزارة التجارة كما قلنا كان وزارة الفلاحة وزارة الجماعات المحدية كذلك ممكن أنها تدخل إذن هناك مجموعة من القطاعات التي تدخل بالإضافة إلى عنصر مهم هو بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنه الآن مع ظهور الأمراض الجديدة ومع ظهور المسببات الجديدة لازم أن نذهب للبحث العلمي لأنه ممكن في أي لحظة يظهر النافيروس هنا في الجزائر ولا فطر ولا جرثومة ولا أي مشاكل صحية أخرى لهنا البحثين والخبراء الجزائريين هما اللي يتولوا هذا الأمر يعني هما كما قلت البحثين والخبراء الجزائريين اللي موجودين سواء في الخارج وحتى في الجزائر يعني هي كفاءة مشهودة أكيد كما قلت أنه إحنا الحل ما حش نجيبه من الخارج حيكون الحل يعني كما قلت هذا البروفيسور هو يعرف فيش تعمله أو يتفعل إذن تحثوا على إشراك كما قلت الباحثين يعني الموجودين في الدول العالم يعني كيف يمكن في رأيك يتم إشراكهم وكيف يمكن يستفيد هذا الطالب اللي يتكون في الجزائر يعني هل ربما بمرافقتهم يعني يروحوا تكونوا عندهم ولهم يجوا يكونوا لهنا أو أي طريقة أو الآلية المتبعة وماذا سيستفيد كذلك هذا البحث الجزائري من خلال تقديم خدمة الجزائر ولن أنا نبدأك بالسؤال الأخر نبدأك ماذا يستفيد للباحث الجزائري ما ننسوش بأنه الشعب هذا عنده أن قوات أغيكار حلينا يعني أي باحث جزائري باش وصلوا للمرتبة اللي رأي فيها خراب درهم الشعب درهم بالمجان إذن وصل الوقت باش يرد الجميل وهذا جانب معناوي يرد الجميل لهذا الشعب لأنها أموال الشعب ما كان لنا نعرفه مجانية التعليم في الجزائر الجانية وديمقراطية التعليم في الجزائر الناس هذه وصلت كيفاش يستفيد هو الاستفادات المالية ممكن أنه يستفيد استفادات مالية هنا في الجزائر ممكن أن الدولة الجزائرية عندها ميزانية التعليم وعندها ميزانية للبحث ممكن أنه يخلص الآن كيفاش يستفادون جيك الجانب الثاني يعني مليش جانب له مليش عنده إيمام لأنه لازم تكون باحث جزائري في بره بشعب الآن الهناية كيفاش يقدروا الآن تكنولوجيا متطورة يعني طريق الفيديو كونفيرنس ممكن أنه يعمل محاضرات عندنا هنا يا عن بعد واحدة الثانية أنه ممكن أنه يأخذ ثل من الجزائريين يعني مجموعة من الباحثين الجزائريين اللي أطرهم ويستضيفهم عنده في المخبر وكي ينقل للتكنولوجيا هذه كلها ممكن أنها تساهم كذلك هنا ثالثا وممكن أن يكون فيه مراكز متخصصة خاصة فيما يخص الجانب الكلينيكي جانب الجانب السريري ممكن أنه أطباء جزائريين ممكن أنهم يجون هنا ينقل للتكنولوجيا وممكن أنهم يجي يوم يومين أسبوع يدير مجموعة من العمليات عالية الدقة لأن الإمكانيات ممكن تكون موجودة وبالتالي هذا يخلي يخلي البحثين الجزائريين يستفادوا وهذا الشيء اللي كنا أكدنا عليه في وسائل الإعلام فيما يخص المستشفى الجزائري الألماني القطري اللي كنا راح يمكن البحثين الجزائريين هنا بيخص يستفادوا ويمكن النوخة بتاعنا اللي في الخارج ممكن أنها تساهم في هذا النوع لأنه لهذا النوع من المراكز المتخصصة سيرات سير عصري وعندها إمكانيات كبيرة خاصة كما قلت دكتور مهلاق أنه الشراكة الباحثين سواء في الخارج أو الداخل أصبح أكثر من ضرورة لإيجاد الحلول العالقة وحتى المشاكل التي يمكن أن تنشأ دكتور ملهاج كسؤال أخير أن تحثوا على نقطة مهمة أنه الآن خاصة ما يحدث من مجرأة في العالم أصبح هناك صراع بين الدول القوية الدول الفقيرة الدول النامية من أجل خاصة كما قلت ربما احتكار بعض الدول لهذه التكنولوجيا تكنولوجيا كيف يمكن حصول عليها هل يمكن شراءها أم يمكن من خلال تبادل خبرات أو نحصل على الانتقال التكنولوجيا أو نقل التكنولوجيا إلى جزائر التكنولوجيا شراءها يمكن ولكن لا تخدم وحدها كفاءات كفاءات تسيير هذه التكنولوجيا والشرط الواحيد قبل الوصول للكفاءات والتسيير هو الأموال يعني سيلونيك دولاجع ودرحم وما كل شي هذه الدول الفقيرة تقول بأن ما عندهاش الإمكانيات المادية ما عندهاش أموال باشتري التكنولوجيا ولا باشتري هذا وبالتالي ترافح للوصول العادل لهذا التكنولوجيا ولهذا الإمكانيات سواء تعلق الأمر بالأدوية أو اللقاحات صناعة اللقاح ما هيش يعني متاحة لأي دولة خاصة تزير يعني سلحة لقاح نعم صناعة خاصة اكتشاف اللقاحات لأن الجميع يعلم بأن صناعة اللقاح طلب العديد من المراحل المرحلة المخبرية يعني التجارب المخبرية ثم التجارب الحيوانية على الحيوانات ثم التجارب السريرية على البشر ثم تجي المرحلة الإدارية ومرحلة الاعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية إذن صناعة اللقاح في المتوسط تكون بين خمسة وعشر سنوات هذا الإمكان الدول ما عندهش إمكانيات اللي باش تدير هذا النوع من الاستثمارات وبالتوحي ومدام الصحة مرتبطة يعني بين دول العالم فهذا الدول ترافع الآن باش تحصل على الوصول لهذه الإمكانيات لتفادي الجوائح أكيد يعني كما قلت يعني دكتور ملغاق أنه حتى الصحة الآن أصبحت مرتبطة يعني في كل جغل بالحياة سواء فلاحة سواء كما قلت من ناحية بيئية سواء من ناحية الاقتصاد يعني الصحة يعني أصبح لها أهمية وأكيد أصبح لها دور مهم جدا في الحياة اليومية بالنسبة للأفراد وحتى الشعوب أشكر ضيفي على الشرحي والتحليل في حصة اليوم في الأستوديو أشكر ضيفي الأستاذ والدكتور محمد ملغاق باحث في علم الفيروسات وكذلك رئيس منتد الأمن الصحي للبحث والتنمية شكرا لك أستاذ لا عفو لا شكرا على وجب مشاهدينا الكرام تمت حلقة اليوم السلام عليكم ورحمة